أهلا بكم تشارك مصر في فعاليات الاجتماع السنوية الرابع والخمسين للمتدى الاقتصادي العالمي ديفوس 2024 وتترأى السوازير التعاون الدولي رانيا المشاط وفضى مصر في الفعاليات التي تعقد هذا العام تحت شعار إعادة بناء الثقة وتتصدر أربعة محاور أساسية جلسات المؤتمر لإحراز التقدم على المستوى العالمي فيما يتعلق بتعزيز الأمن والتعاون في عالم المجزأ وخلق النمو وفرص العمل وتشجيع الذكاء الاصطناعي كقوة دافعة للاقتصادي والمجتمع ودفع استراتيجية طويلة المدى للمناق والطبيعة والطاقة هذا وتشارك مصر في منتدى ديفوس بملفات مختلفة تعكس رؤية تنموية لمصر واعتبر المنتدى منصة للترويج الاستثماري لمصر لجذب استثمارات في مجالات الطاقة النظيفة في ظل المتغيرات المناخية انطلاق مما يمثله منتدى ديفوس من أهمية على الأفراد والدول على الأسعادة المختلفة خاصة السياسية والاقتصادية تستفيد مصر من مشاركتها في المنتدى من خلال أوجهين عنده خاصة على المستوى الاقتصادية فمشاركة مصر في المنتدى تعد فرصة كبيرة لإعادة ظهور على ساحة الاقتصادية الدولية بملفات مختلفة تعكس الرؤية التنموية لمصر من بينها تنويع مصادر التجارة وفتح أسواق جديدة فضلا على أن مصر لديها فرصة جيدة من خلال المشاركة لدعم اقتصادها خاصة في ظل قربها جغرافية من أوروبا التي تمثل الشريكة الأساسية لمصر اقتصاديا بما يزيد على 26% من إجمال التجارة المصرية كما يعتبر المنتدى منصة لترويج الاستثماري لمصر لجذب استثمارات في مجالات الطاقة النظيفة في ظل المتغيرات المناخية ما يتماشى مع توجهات قمة المناخ كوب 27 التي استضافتها مصر نوفمبر من العام 2022 فقضية المناخ تعد أحد الموضوعات المدرجة على أجندة مناقشات المنتدى هذا العام ومن المنتظر أن توقع مصر شركات لمبادرات مناخية في قطاعات الماء والغذاء والطاقة إلى جانب المشروعات الخضراء التي تتبنها الحكومة فضلا عن توجه الحكومة لتنفيذ مشروعات لإنتاج الهايدروجين والأمونيا الخضراء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ما يضع مصر على الطريق لتصبح مركزا إقليميا لإنتاج الهايدروجين الأخضر كل تلك الصفقات ستكون فرصة كبيرة لمصر لإعادة عرض ملفات الاستثمار في الاقتصاد الأخضر على جميع رجال الأعمال وأصحاب الثروات الحاضرين بالمنتدى بما يشكل ترويجا استثماريا عالميا لمصر يضاف إلى ذلك فرص تعزيز الشراكات ما بين مصر ومؤسسات التمويل الدولية في مجالات استثمارية متعلقة بالابتكار والإبداع ومشروعات ريادة الأعمال خاصة في ظل فتح هذا المجال بكثافة للقطاع الخاص باعتباره شريكا رئيسيا في تنفيذ جهود التنمية ويمثل أيضا ذلك فرصا لتصدير الغاز الطبيعي المصري لدول أوروبا فمصر لديها إمكانات في قطاع الغاز تؤهلها لزيادة الإمدادات على المدى المتوسط والطويل في ضوء التعاون بين دول شرق المتوسط من خلال منتدى دول غاز شرق المتوسط أكد وزير البترول طريق الملة أن ما شدته كيانات قطاع البترول وبخاصة شركات القطاع العام من تطوير مستحق وغير مسبوك هو قيمة مضافة لقطاع البترول والصناع والاتصاد الوطني وأشر الملة إلى أن تطوير قطاع البترول تم وفق نهج علمي وتنفيذ الاستراتيجية واضحة حيث تم ضخ استثمارات قوية في مشروعات جديدة بالشركات زادت من دعم مراكزها المالية والدور الإيجابي في دعم الاقتصاد المصري جاء التصريحات الوزير خلال رئاسته أعمال جمعيات اعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2024-2025 لعدد من الشركات العاملة بقطاع البترول في سوق المال أنهت البرصة المصرية تعاملات جلسة اليوم منتصف جلسات الأسبوع بارتفاع جمعي للمؤشرات وربح رأس المال السوقي 44 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.880 تليليون جنيه وارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 2.62% ليبلغ مستوى 26938 نقطة كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوية الأوزان بنسبة 1.27% ليبلغ مستوى 6299 نقطة كما زاد مؤشر إي جي إكس 100 متساوية الأوزان بنسبة 1.66% ليبلغ مستوى 8955 نقطة وافق مجلس الوزراء الياباني على مشروع ميزانية معدلة بقيمة 112.57 تليليون ين أي ما يعادل 774 مليار دولار لسنة المالية المقبلة التي تبدأ في إبريل المقبل كما تم تقسيصه 500 مليار ين إضافية من أموال الطوارئ لمعالجة دعيات زلزال يوم رأس السنة الذي اكتاح وسط اليابان وأوضحت توكالة الأنباء اليابانية أن الميزانية تعد ثاني أكبر ميزانية بعد الرقم القياسي البالغ 114.38 تليليون ين للعام المالي الحالي بينما تحتاج الخطة إلى موافقة البرلمان قبل بداية السنة المالية 2024 اشتركوا في القناة